قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دبته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله يعني أفضل دنانية أفضل فلوس الواحد يصرفها على عياله الصغيرين تخيلوا والفضل الثاني دينار تنفقه على ده الفرس يعني الحصان وده كان زمان ما كان في لسه المسلمين بفتحه البلاد للإسلام وكده الدنار الأفضل بعد البيت والعيال اللي هو تنفقه على الدبة في سبيل اللي تجهزها للقتل في سبيل الله يعني والدنار التالت بعد كده اللي يجا في الحديث تنفقه على أصحابك في سبيل الله أيضا واحد صاحبك فقير تدي له تجيب له مأكل أو مشرب أو مال بس بس من غير ما تأزيه يعني دي كده في المرتبة الثالثة يعني أفضل حاجة على عياله أولاده وامراته واللي بعده دبته في سبيل الله والتالت أصحابه في سبيل الله يعني شوفوا بقى الفضل ده يعني فضل ما بعده فضل فضل وكرم من الله عز وجل ما بعده فضل عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوزات دوبر كل صلاة رواه أحمد بإسناد صحيح والمعوزات هي صورة الإخلاص والفلق والناس ولكن هي بعد كل صلاة مرة واحد على فكرة ولكن بعد صلاة الفجر والمغرب تلات مرات يعني صورة قول هو الله واحد تلات مرات بعد الفجر والمغرب وكل أعوذ برب الفلق تلات مرات وكل أعوذ برب الناس تلات مرات وكان النبع للسلام يعمل كده ده يعني الاثنين والنفس اللي طالع منهم ده هماني بعد ما بيقرأ كل صورة ثلاث مرات ويمسح بهم جسده ما استطاع من جسده قام قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة